دخلي أختي تعلمي معي أصبر وما تحطي من غير اللي وجدتي وإحنا في عصر الغالة النهار قيبان أمن صباحه أصبحكم بروق ما تتبعني الأوفية وأنا كان أوجد في طريعة والتاني مهليا في العائلة نعم لله بالمقيلة دي الله باللي كان أوجد معكم تبارك الله ما شاء الله هاللهم ديمها نعمة وحفظها من الزوال واللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أصبحكم بروق ما تتبعني الأوفية أصبح الأخير والورد وليسامين أصبحكم ما هو جميل أصبح تسير والرزق لنا وليكم والجامع المسلمين لنجعل لكم هاد نهار نهار أخير ونهار الصبر كما كاتشوفوا معايا جيت نكحلها وعميتها جيت نسخن خوبز درتوا يسخن وسهيت عليه وأنا كان أوجد في البيض ونمساء الأخرى راكم عارفين الفطور دي العائلة والمدراسة والواق الدغية كادوز راكم عارفين دائما إحنا العيلات كان ديروها الرأسنا برأسنا ولكن دائما كما كنقول الصبر ما كيخسرهاش شوية دي الصبر وشوية دي اليقين والعزيمة دائما ونكونوا حدقات نعتقوا المواقف اللي احنا كنطيحوا فيهم دائما في حياتنا اليومية مواقف صعيبة وصعيبة خصوصا بحالها كاملة كتديري حاجة تسخنيها كدس لها العافية كتولي محروقة بحال كما شفت الخبز محروقة بزاف ولكن كيبقى في كل حلم اللي كيوقع عليك بحال هاد المسائل هادي وحاجة اللي صراحة عصبتني بزاف وبزاف هتصبح هذا هو هاد تليفون اللي كتشوفه معايا كيتبلوغه بحال هاكدا كيولي بحال هاكدا كيبقى ساعة ساعتين بحال هاكا كما كتشوفه معايا كياخد لي الوقت اللي بغيت مثلا نصور شي حاجة ولا ندير منتاج لشي فيديو نتواصل مع العائلة المشاكل والله العظيم الله اللي يخفف علينا هاد المشاكل دي لها الضومين هاد ما يعرف بهم غير اللي في هاد الضومين والله يهدي العائلات بعد العائلات ما كان عممش مش يكون شي بحال بحال كييني الناس كيهزوا سيدي اللي دار تلاشين على رأسهم كيعونوها على تصوير على مواضي على بزاف دي اللي حويش كيف رحوا معاها اللي وصلت لواحد المستوى في هاد الضومين هادا اللي حققت غير واحد الشرط كيف رحوا معاها يجبوا لها حلوة يهزوها فوق رسهم صراحة كييني الناس ما كيحببوش هاد الضومين دي اللي يوتوب كييوليو يسميوها غير تفهات اشقع كتديري اشقع كتصوري مبارسطانا دايما لوحد اللي نناكلوش كتصوري المكلمات صوري هاش بزاف بزاف دي الكلام صراحة ما كيتنسوش ما كيتحيدوش من بالك كيخليوك أنك تعكزي تحسي بلا إحباط يبقى في كل حال كتحسي راسك ما كتدي ريوالو ما عارفتش واش كين هاد المسألة هاد البنات كين اللي كتوقع معها ولا لا المهم مواضيع بزاف كتير اللي نتناقشوها ان شاء الله مع بعديتنا في الفيديوهات المقبلة اليوم موضوعنا هو ديال الصبار اجي اختي تعلمي معي الصبار نهضرو على موضوع اللي بزاف منكم كي ياخد منه اللي يستفد منه خصوصا انو احنا في هاد الوقت هادي اللي كل شيء غالي اللي بيدي صوري شيء والمشاكل ليالها المهم نبدو لفيديو ديالنا بصلاة على النبي اللهم صلي وصلي مبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين ما فيها بس نعود دائما صلاة على النبي عليه الف الصلاة والسلام هنا خرجت دجاج كما انتم ما كتشوفو قد ندير دجاج نعمل للعود تاني دجاج محمد مرقبت لكم طالت في العائلة واخا وكل العصى لكن الحمد لله عدبهم راحة وفرحتهم يا فرحتي الحمد لله نخرج الخضروات ما زال ما عرفتش بالضبط اشنو غادي ندير منهما لكن خرجت وحطيت دائما لبنات نحطو داك الشي اللي غادي نستعملوه اللغدا واخا غادي نرطو ما زال الخضراء اللي بلستها والمساء اللي بلستها ولكن من احسن انو نحطو كل شيء حدانة باش تبنينا حتى الحاجة اللي خاصنا ما نقلسوش حتى مثلا اللي خاصنا مثلا الملح نجيبوها في الوقت قبل ما نبدو نديرو الشهيوات قبل ما نبدو في الطبخ ديالنا نتسخرو نجيبو الملح نجيبو اللي خاصنا بعدي اللي كينا لحانوت حدانة ولا كين اللي تسخر لينا تكون الحاجة واجده حدانة احسن من اننا ما نحصلو فيها في وسط الطبخ ديالنا يلادرنا التبخة وخاصها شي حاجة خاصنا عاو تاني نجري ونتسخرو الوقت ما كيكونش صراحة كيطير كي السيف راكم عارفين هاد الوقت ديال المدرسة والخدمة راكم عارفين الوقت ديالوز ضغياء ذاك الشي علاج كيما قلت لكم نحطو كل شي حدانة ونتسخرو قبل ما نبدو الطبخة ديالنا وان شاء الله يا ربي غادي نشارك معكم اليوم موضوع اللي دائما كنعيشوه في حياتنا اليومية مواقف كتوقع لينا مثلا لطيبنا الشهيوة لحقها وطريقها في الأخر كتخسر لينا كيما غتشوفوا معي اليوم واحد المفاجأ الصراحة اللي عصباتني را قلت لكم نهار كيبا من صباحه هنا يخرج الخبز من المجميد كان نعجن دائما بزيد كان حطوه في المجميد كان نفعل لما عندش الوقت انه نعجن كان نجبد ونسخن كيكون واجد نعمل اللي عودتان يا خبز نجي ما تراكم عارفين دائما كانت تفننوا في الخبز فالأكلات ديالنا في الطبخات كنحاولو نبطاكرو دائما باش نفرحو عائلتنا نديرو لهم دائما الجديد نبهروهم دائما بحويجات لهم مولفوهاش نخرجو شوي على المعتدكش اللي كنديروه دائما المهم الخبز ديالي مزوقها هو طبارك الله ما شاء الله واجد حطيتو يتطلق شوية بموجود لغدان سخنه ونحطو هالخبز عندي ديال البطار دائما ما كان محسن من خبز الطار اللي عجنتي بيه ديتك واللي عجنتي بحويجات اللي انت عارفة المهم ما راكم عارفين خبز ديال زنقة شوية كيكون ماشي بحال ديال الطار فرق كبير ما بين خبز زنقة وخبز ديال الطار هنا قدرت شوية ديال الشفلة غنوجد شوية ديال القغطار في الفران مع البطاطا يتسلقو ومن بعد غندير لهم العطرية وندخل لهم الفران باش يتحمر ليا القغطان ديالي هنا قدرت البربة تسلق حتى الطيب مزيان عاد غدي ندير فيها الشلاضة كيما انتوما كتشوفو هنا الشفلة ديالي غدي كيموكتكم مندير منها القغطان وهنا يوجد شرمولة اللي غنشرمل فيها دجاج ديالي غندير دجاج محمرة عاو تاني نعمل الله على حقوق طريقه كيما قلت لكم ما خاطرت لي واحد الحاج اللي ما عاجبني بزا في قساتني لكن ما دق ما نقول لكم مش تبرك لهم ما شاء الله جواعر هنا دردتك البابة ديالي الحمض مصير مع التوما مع البصلة وقسبور ومعد نوس غنطحنهم مع شوية ديالي الماء ومن بعد غدي ندير شرمولة معهم وننغطس فيهم دجاجة ديالي نخليها شوية تشرب هديك الشرمولة اللي عندكم الوقت اللي بنات مكين ما حسن من انكي اه ترق دي اه دجاج دياليك من البارح في الشرمولة كيشرب الشرمولة كيجي واعر كيجي فتي تبارك لهم ما شاء الله هانا ديالي فيتقاع فتي المهم غتشوفو معينا في الاخر ديال الفيديو ما فيها بس اننا نضحكو شوية ندير شوية وخا هاد المسائل هادو كيبقى فينا الحال الصراحة ملي كان وجدو الحاجة كان عانيو عليها غير هاد المرحيل هدي ما سهلاش انكي توجديش شرمولات توجدي شلاضة توجدي بزاف ديال المسائل ما سهلاش ازيدي عليهم تصوير هادو ميناركم عارفين البنات اللي كيديرو الشهيوات في المحتوى ديالهم والله يكون لكم في العون بعد احنا يا شوية كنزيدو اه بشوية ديال الروتين مواضيع الخياطة فلوغات وبزاف ديال المسائل هكا نشاركوهم معاكم في المحتوى ديالنا كيما قلت لكم الله يكون في العون لبنات اللي كيديرو غير شهيوات فقط في المحتوى ديالهم الله يكون في العون ما سهلش صراحة لهذا نشجعو بعديتنا كيف ما بغى المحتوى يكون شجعو بعديتنا نكونوا مع بعديتنا دائما اليوم غادي تشبعوا معايا الضحك هدا هو المحتوى اللي رقكم دائما تحكو وانتم كتفرجوا تستفدوا في النفس الوقت تاخدوا الايفادة اهنا يا درت شرمولا وتلسقط لي في الكاس ديال الخلط راكم شفتو اهنا درت شرمولا على دجاجة ديالي ودرت عليها العطرية راكم عارفين سكنجبير لخرقوم البزار قرفة غندير غير اعواد اليوم توفر عندي الحمض را تحنتوا مع شرمولا غادي ندير مازال غير ديك الجلة ديال الحمض مصير غادي في اللخر مع زيتون مع دجاجة ديالي المهم شرملت دجاجة ديالي وفرحانة بيها نعمل اللعب تاني كان قد فيها باش ندير دجاج محمر لكن في اللخر ما صدقات شو الله يعود عليها تمر اللي دوزت عليها وخال ما دق كاين تبارك الله ما شاء الله كله هالعائلة وما زال بغيين يزيدو تبارك الله بصحتهم والله يدومها نعم وحفظها من الزوال هنا دجاجة ديالي بعد ما درت لها شرمولا غادي نديرها في الكوكوت الطيب وخا عندي الكوكوت تحتها هي معكسة معايا كدوز ليا الطيب على دجاج صراحة هاد الكوكوت هادي ما عمرني نطيب فيها مازال دجاج درتها ليا التانية مرة هادي كما شاهدوا معايا في واحد لا فيديو ورا شاركت معاكم مشكل ولكن دائما انتبارك الله ما شاء الله لما دق كاين ما نقول لكم مش وخا الشكل ماشي كما بغيت في اللخر ما اعطتني الشكل اللي بغيت ديال الدجاجة محمرة ولكن لما دق كاين هنا درت الدجاجة ديالي مع البصلة والزيت شوية المليحة في الكوكوت تشحر شوية عاد غادي نرمي عليها هاد الشرمولا للي بقات المهم العنيقة تراهم رميتهم مع الدجاجة كيتشحروا غادي نزيد هاد الشرمولا هادي وغا نسد على الدجاجة ديالي غا نضيف لها شوية ديال لما باش الطيب وصافي والحمد لله راكم عارفين الدجاج عندما مالين الخير تبارك الله ما شاء الله على شهوتكم لبناء الحدائقات كاتعرفوا توجدوا الدجاج احنا كانت تعلموا منكم شكرا لكم بزاف بزاف البناء اللي كيشاركوا معنا بزاف ديال الوصفات الطرق الله يعطيكم الخير راهاد الدومين هادا رفي حد شوية ديال القاجر قدمانتي كتوري لخوتك المسلمات كتوري لهم بزاف ديال الحواج كتشاركي معهم بزاف ديال النصائح كتدي الاجر راهاد الدومين هادا كيما كان قوليكم دائما نحاولو نستفدو منه نديو منه الاجر والحسنة كتر من المادية لانه ما عرفناش غنستفدو منه مادية ولا لا لهم ما نديرو به الاجر دخلي عند اختك لقيتها يا الله حلات القناة شجعيها بارتاجي ديري اللايك ديري شتراك ومشاهدة حطيها في المنتدى اللي عندك وده بط بارك الله راه المنتدى كي يعطيوه لنا قبل ما نكملوا آلف وكي يعطيوك انك يديري اللايف المهم بزاف ديال المسائل ان شاء الله ما زال غاد نشاركهم معكم المهم الموضوع دياليوم هو الصبر خصوصا في هاد المواقفة لبنات تعلموا الصبر تعلموا انكم تكونوا قويين اللي لا وقع لكم بحال هاد الموقف اللي وقع ليد ججا ما خرجتش مزر كيما بغيتها ها انتم ما كنت شفوا النتيجة فتية بزاف دازلي ها الطياب لكو كنت لكم عمرني مزام طيب في هاد جج المهم اللي طراطرا وما بغاش نحيد هاد اللقطة هادي لانني تعذبت في المراحل اللي ولا راكم شفتوه هاد الشي علاش كنقول لكم اللي لا طيب تيش حاجة خسرت لي كلا منظر ديالها وما دقها زوين حطيها ما تمسحيش لفيديو موضوع فيه بزاف ما يتقال مرة اخرى نشاركو معاكم ان شاء الله هنا وجد قصبور بالحمد جزوي نسكن جبال لكم مون نكغتن ديالي البربا واجد المهم الشليضة مع دجج محمل المريقه هي هادي كالبنات ما نقول لكم شعلا ما دقت بارك الله ما شاء الله المواهي مغضيوتنا هي هادي كنت من الفيديو عجبكم طه الله وفروسكم مرة اخرى نكمله السلام عليكم